بسم الله الرحمن الرحيم هنتكلم ان شاء الله عن المحاضرة رقم سبعة في مادة نظم الرادار ريدر سيستم احنا ان شاء الله هنكمل الكلام عن الامتي اي ريدر والبالس توبلر ريدر هنتكلم عن حاجة اللي هو احنا قلنا ان احنا احد المشاكل اللي موجودة عندنا عموما هي اننا في عندي تعارض مبين اننا احسب المسافة بدون ما يكون عندي في المسافة واننا احسب السرعة بدون ما يكون في عندي في السرعة واساعات كتير بيكون اثنين متعارضين مع بعض ولكن احد الحاجات المستخدمة في اننا احاول احيلا المشكلة ديت اننا استخدم اننا استخدم معدلات تردد مختلف لي اللي هو معدل تكرار البلس اللي خارجه من من الترانسيمتر قديه. وده مثال قدامنا هو لو احنا استخدمنا زي ما احنا اتنين فريكنسي فعندنا ممكن يكون مثلا يعني اللي بيحصل بسبب التردد الاولاني خلينا نقول مثلا طبعا ده خلينا نقولها بسرعة لو فرضنا ده عند مثلا مئة كيلو مئتين كيلو تلتمية كيلو زي ما احنا شايفين كده ولو استخدام التاني بيحصل بقى عند آآ المية وخمسين لو فرضنا مية وخمسين يبقى لبعدها عند آآ تلتمية وهكذا فهكوني نتيجة ان انا بستخدم الاتنين دول مع بعض ان المنطقة اللي فيها اتنين بلايند بس مع بعض اتنين بلايند سبيد مع بعض هي المنطقة دي اللي هي عند حوالي تلتمية كيلو في الساعة فطبعا ده ميزة مهمة جدا اولا انا قللت عدد آآ البلايند سبيد اللي عندي ثانيا لو انا زابط القيمة ديت بحيث تبقى كبيرة شوية ممكن اكون خلاص خرجت برا الرينج بتاع السرعات بتاعي حتى لو ما فرض ده ما حصلش فانا بدلا ما بقى فيه عندي هنا آآ يعني زي ما احنا شايفين كده بالنسبة الفريكنسي اللي كان هيبقى فيه عندي تلاتة بقى في واحدة بالنسبة الفريكنسي دانية لو كان فيها عندي اتنين هيبقى في واحدة بس بدل اتنين آآ لكن هو طبعا في الحقيقة بيبقى فيه آآ يعني ما بيكونش فيه آآ ان انا اختار آآ طبعا دي كده تقريبا تلاتة على اتنين او واحد ونص ما بيكونش في عندي ان انا يبقى بعد كده آآ عن بعض جامد يعني. طيب احنا عايزين نتكلم بقى في نقطة تانية هنا ايه هي? ان انا دلوقتي هقدر هغير الفريكنسي ده كل قد ايه. يعني من اف واحد الاف اتنين اف واحد الاف اتنين ده كل قد دي. فانا عندي آآ حالات آآ مختلفة. ممكن اعمل حاجة اسمها او او بلس طبعا معروفة خلاص كل بلس هتطلع بتردد مختلف يعني لو فرضنا احنا مستخدم ترددين يقول البلس اللي عندي هتطلع بآ طبعا انا اخد ما نساش هنا التردد اللي بكلم عليه اللي هو تردد اللي بين البلسات وبعدها اللي هو اللي بقى اللي هو مقلوب اللي بين كل والبلس اللي ايه اللي وراه ده اللي اسمها معدل تكرار البلسات قد ايه تمام كده? فانا لو انا بكلم على خلاص يبقى انا كل هتاخد مقبل ما التانية تطلع يبقى في اتنين مختلفين تي واحد تي اتنين تي واحد تي اتنين مسلا ده اللي هو طيب اه انا عايز اربعة ايه هو عموما ثم ايه اللي هو عموما اللي هو اللي هو اللي بيبقى في موجود على مين موجود على يعني ايه بقى هنا هنيجي المعلوم بتاعة موضوع الانتنة عندي آآ آآ ممكن تعمل آآ آآ خلينا نشوف زي ما احنا ارافين كده آآ ممكن تعمل آآ في الاتجاه اللي هو الرئسي او فاتجاه الافقي او فالتنين مع بعض يعني ممكن يكون الاتجاه الرئس بيتم اه اي اه اتجاه الرئسي اللي هو في اتجاه يعني زاوية الارتفاع وآآ ده بيتم مسلا يكون ممكن بيتم كهرابي وفي نفس الوقت هي بتلف تلتمية وستسين درجة الرادار بيلفها تلتمية وستين درجة حوالين يمسح مسلا تلتمية وستين رج socialist. خلينا نتكلم على خلينا ناخد مسال بس اللي هو لايه? السكان الرأسي. يبقى ازا لما اكون بتكلم على السكان الرأسي باتكلم على ان لو فرضنا اه البيم بتاع الانتن ممكن ياخد المسافة دي الانتكاه ده. لو فرضنا اهو. خلينا نرسمها كده. تمام? وممكن ينزل بقى احد المسافة دي. تمام? يبقى احنا اه هو كده بيعمل يا جماعة بيعمل سكان في الزاوية ما بين لو فرضنا البيم هنا عرضه لو فرضنا واحد لاثنين درجة لو فرضنا ممكن يكون هو بيعمل هو سكان مسلا اه مسلا يعني ثلاثين درجة واللي حاجة. يبقى ده بيعمل يا جماعة بيعمل سكان في الرأسي بيعمل سكان قد ايه? ثلاثين درجة. طب وبعد ما بيخلصوا بيرجي يعمل سكان مرة تانية. تم كده البيم وتس هنا عرضه ممكن يكون مسلا في حدود خلينا نقول مسلا اه هي اتنين الواحد درجة خلاني نقول مسلا في حدود اه اه اتنين درجة تقريبا. تمام كده? يبقى انا عندي كلمة معناها انه هو الوقت اللي انا هاخده من اماع من ساحة تلاتين درجة دول كله. البيم ده بيبقى فوقه خالص. يروح نازل حد تحت ويرجع مرة تانية. نازل حد تحت وعمل مرة تانية. ده هنا الاسكان فينا يا جماعة. اسكان في الزاوية في الرأس. وده طبعا بيستخدمها عشان اجيب معلومة الارتفاع بتاع اه التارجي تقدي نزلها. ازان فالسكان اسكان ما دلوقتي هعمل اسكان توسكان معناها همشي على التردد الاولاني الف واحد وطول ما انا بعمل اسكان ده. طبعا ده السكان فرازي يتم بسرعة. طول التلاتين درجة دول هيبقى على التردد ف واحد. ثم انا ارجع مرة تانية. هيبقى على الاف تنين. ثم اف واحد ثم اف اتنين من ي parcليل. طبعا ده لو فردنا هم ترددين ممكن يكونوا اكتر كده بкої ده هو ده السكان توسكان. فالبالس تو بالس زي ما احنا قلنا لا خلاص يبقا انا هطلع على البالس الاولى التراضى الاولانى اللي هو ال point times period بتاعها الاولانى ثم البالس التاني عدده التاني во這樣子 يبقى كلUCK� بلس هغير طبعا احنا اخد بالنا ان البالس اسرع بكتر جدا من من؟ من السكان. فهنا ممكن يكون في عدد كبير جدا من البلساء. طيب احنا بفهمنا بإيه tanto سكان يعني ايه وبالس تو بالس يعني طبعا البلس تو بيبقى سريع جدا كل برسة بتتغير وده طبعا بيحط لي ممكن يحط لي على زي ما احنا هنشوف دلوقتي في عيوب له ممكن يحط لي على لان كل شوية محتاج يغير البين البلساية والتانية والسكان عيبه انه هنشوف دلوقتي برضه مع بعض ان هو بياخد وقت عبال ما طويل شوية عبال ما يغير التردد فممكن عبال ما اكتشف بقى التارجت زي ما احنا قلنا لان كل تردد من دول بتاعته فممكن يكون ده لهو عند تردد الاولاني مش هيباني غير ما نرجع التردد التاني وهكذا طيب ففي حاجة بقى بين الاتنين حاجة اسمها لو فرضنا قدنا المنازل قدامنا ده كده هو بيقى في عندي ايه يا جماعة ده العرض بتاع البيم احنا بس قبرنا البيم كده شوية وده العرض زي ما احنا قلنا خلينا نفترن ده آآ آآ العرض ده آآ اللي هو حوالي تقريبا آآ اتنين درجة آآ فدلوقتي ايه بقى انا بدل ما هيخد استنى انه يعمل سكان التلاتين درجة كلهم تمام اللي هو ينزل من فوق لحد تحت او تبقى بلسة بلسة دي البلسات اللي فوق اهي انا هحسب بس الوقت اللي هو بتاع العرض اللي هو البيم ده قد ايه اللي هو الاتنين درجة آآ 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 او نص البيم ده لو انا بستخدم اتنين يعني ايه تاني يعني ايه تاني يعني نتيجة البيم ده هيبدأ يعدي عليه الاول ثم يخرج من عنده فهياخد وقت ايه في الاتنين درجة دول وايعدوا على التارجت لو فرضنا مسلا هيعدي العدد ده من البلسات. تمام كده? فهينا بالنسبة لي لو انا بغير كل لو فرضنا مسلا دول كم ادي مسلا ادي هناخد آآ اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمامية حاولي تسعة يبقى انا كل مرة من دول كل دول من دول رحوم بغير الفريقونسي بقى ده هيطلع على التردد الاولاني. تمام? والتسعة بلسات اللي بعدهم هيبقى على التردد التاني وهكذا. تمام? ده اسمه ايه? اللي هو اللي انا هعوده على التارجت قدية. اللي انا البيم ده هيعوده على التارجت قدية مرتبط بايه بحاجتين? عرضه هو قدية عرض البيم والسرعة بتاعته اللي يعمل بها سكاة. تمام كده? فالاغلب المستخدم طبعا الشرط استخدم كل اتنين درجة ممكن استخدم نصه بس نص البيم يبقى لو فرضنا هنا نص مسلا اربع بلسات يبقى انا كل اربع بلسات من دول هيطلع قولي بي ايه? في اه اه تردد اه معين. ده اسمه اللي هو اللي هيعوده البيم دوت على التارجت قدية اللي هو التارجت هيبقى بان بنسبالي. طبعا التايم ده زي ما احنا قلنا هيكون معادي في كزا بلساية. طبعا احنا لو شفنا في النزام الاولاني هيبقى بامسح التلاتين درجة كلهم. هنا في التايم التاني هيبقى هنا مسلا لو خدنا هيبقى اتنين درجة او نصه هيبقى واحد درجة بس. هيبقى فيه اربع خمس مسرة من بلسات. لكن طبعا لو بلسات بلسة هيبقى اه سريعة جدا يبقى ده عطول الوسط ما بين الاتنين اللي هو اه اه دول اللي هو التايم اه 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 طبعا زي ما احنا قلنا ممكن ناخد كل اه 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 في اه في اه في اغلب الاوقات يعني بناخد اللي هو بتاع اه تقريبا لو انا عندي اه 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 ترددين يعني. اه استجرد عموما استجرد عموما احنا غالبا نقصد بلس اه بوبيلر فور ايركرافت كنترول ريدرز اللي هي طبعا الحاجات اللي هي موجودة في المطارات وخلافه. خلينا افترض الاتي طبعا احنا ممكن نستخدم اكتر متردد. لو فرضنا احنا استخدمنا زي كده. يعني انا عندي اول بلس هتطلع اه زي ما احنا شايفين كده بعد تي وان هيجي البلس التانية. بعد تي تو البلس التالتة. بعد تي سري وهكذا بقى اربعة ثم هتتكرر المرة تانية. بقى في عندي هنا كام. اه في عندي هنا كام تي. في عندي اربعة تي. اربعة ايه اه اربعة مختلفة وبالتالي اربعة مختلفة ليه اه اللي عندنا فيه مختلفة اربعة هنا او اربعة يعني ايه مختلفين. طيب خلينا نقول بقى لو احنا عايزين نشوف الشكل لو فرضنا خدنا المسال هو بتاع الاربعة دول وعايزين نشوف اه الماسماتيكا البقى بتاعه والشكل اللي خارج هيبقى ايه عشان نعرف الاستفادة بتاع الموضوع دوت. طبعا اه احنا بيبقى عندنا بقى بتاعه. بيبقى اه حاجة زي كده. اتشوف اف بتساوي اوميجا نوت ده عبارة عن ويت. سابت في اول مروش هلاخب ايه حاجة زائد اوميجا واحد في زي ما احنا شايفين اتنين باي اف لكن بتاعي يا جماعة مضروبة في تي واحد. خيب اللي بعدها هتبقى تي واحد زائد تي اتنين اللي بعدها هو هكزا. تمام كده? وانا بقى بختار ايه يا جماعة? ايه الحاجات اللي انا بختارها هنا? بختار انا تي واحد والتي اتنين والتي تلاتة والاو الويتس تاعتها ادي اوميجا نوت اوميجا واحد اوميجا اتنين وهكزا الحاد اوميجا ان يبقى عندي كم ويت هنا? عندي اتنين زائد واحد ويت. عندي ان زائد واحد اسف. ان زائد واحد ويتس. وعندي كمان ايه يا جماعة? اذا انا ممكن في الدزاين بتاعي انا اللي هختار القيم بتاعت ده الويتس كلها اوميجا نوت لحد اوميجا ان اللي هو ان زائد واحد ويت وانا اللي هختار التايمز اللي هي تي برضو واحد واثنين لحد تي ان طيب ايه بقى القيود اللي عليا المفروض ان انا ارعيها ماجي اختار اه ديت اول حاجة يعني اقل طايم هنا مفروض ما ينتجليش عنه اقل طايم هنا فين لكان تي واحد هنا مسلا ما يكونش نتيجة تي واحد ده في عندي بان الايكو يرجع لي فين يا جماعة بان الايكو يكون هيرجع لي بعد تي واحد كده طبعا هحصل لي زي ما احنا قلنا ان انا هحسب المسافة بينه وبين البلس اقرب بلس له فكده المسافة بتاعتها هتتحسب غلط يبقى دي اول اه اول اه كونديشن التاني اه زي ما احنا قلنا مش عايزين نعمل على الترس على الترنسيميتر ما يفقى ما ينفعش يبقى في عندي اه الترس على الترنسيميتر بان انا بختار تغيرات كبيرة بين التايم دي وبعضها اه او ان انا اخليه يشتغل عند الترنسيميتر مش ديزاين ده ان هو يعمل ده طبعا يبقى لازم يراعي بالنسبالي بتاعت الترنسيميتر وما حطش عليه لوت زيادة حتى لو داخل الامكانات بتاعته ان هو يعمل الاربعة تايم دول لكن ما حطش عليه زيادة اه بحيس ان انا طبعا هيأثر العمر الافتراضي بتاع الترنسيميتر. اه الحاجة اللي بعد كده بقى احنا كلمنا عن اقل بريد ما تبقاش ليه بقى? لان دي هتبقى بالنسبالي كله كأنه عبارة عن ايه يا جماعة? عبارة عن اكبر بكتير من مين? من لو فرضنا الريدر ده متصمم بتاعه مسلا اه ميت كيلو ما تكونش الماكسما بتاعم حضرك حطه هيوصل لحد ميتين كيلو تلتميت كيلو كل ده طايم ضد بنسباله لان هو مش مصمم اصلا هو يجيلو اه اه في المسافة ديت فكل ده طايم مستهلك ضد تارك على الفواضي مفيش اه اه مفيش اي استفادة منه ان انا نعود الطايم ده كله فكده حطين على اقل بريد وحطين على الماكسما بقى بتاع الفلتر طبعا ده مهمة جدا جدا انه طبعا الريسبونس فاكتور في الاخر بالنسبالي يكون متصمم بانه يحسن اه 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 امكانية بتاع الطارجت فين فيه الكلطر طبعا ده هيشمل ان الكلطر يكون يتشال اغلبه بنسبة كبيرة جدا منه بحيس ان انا لو في موفينج تارجت موجود في منطقة فيها كلطر اقدر اميز مين اقدر اميز اه اه من اه الكلطر اه ده بالنسبة لمين طبعا لستوب باند لان استوب باند هو بتاع مين الكلطر بقى بنسبة الباس باند دي بستنل بقى دي بستنل في الباس باند ماشي ما تكونش ايه اكساسي ما تكونش عميقة جدا ويوجول دي بستنل ايه فريكنسي اكوال تو انفيرس بتاع مين يعني ايه بقى هنا يا جماعة اللي هو دي بستنل احنا دلات يا مكان ده احنا هنا بنسميه نل اهي نرجع للصورة دي كده ده بنسميه يا جماعة نل ده بنسميه نل ده بنسميه نل لو استخدمت اف واحد لوحدها هيبقى النل بتاعها هنا وهنا طب لو اف اتنين هتبقى دي ودي طب لو الاتنين مع بعض هيبقى زي احنا شايفين اللي هو اللي بيحصل نل عند الاتنين مع بعض لكن اعنا هنا على فكرة ده مجرد رمز اه كده مش دقيق شوية لكن خلينا نشوف كده الخارج من استخدام اربعة مختلفة بيكون يا جماعة الشكل هو عامل ازاي اهو الشكل ده تمام كده طبعا شايفين لو احنا كنا استخدمنا ردد واحد بس فيهم اللي هو هيكون عندي الاولاني ادي النل التاني زي ما احنا قلنا ادي النل التالت كنا بتنل معناها همديني اوتبوت زيرو معناها ان اللي ماشي بالسرعة دي هيديني اه بتاعها بالتالي دي اتبقى بنزل مش هعرف ام ازا اما حطينا بقى اربعة مع بعض يا جماعة شايفين منظر عامل ازاي? مبقاش في نل عميقة كده خلص. محطوط بقى ان فيهم اقل فيهم اللي احنا شايفين اهي ما تكونش عميقة جدا بحيس تعملي تكون لازالت المشكلة بتاع البيتبات موجودة. ادي هنا زي ما احنا شايفين اللي هو اعمق نل يعني زيرو عموما المطالب بتوصل لزيرو. بنسبة المين? الاستخدام بتاع اربعة اه 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 ايه ايه اه وفورم اه اه ايه يا جماعة هادي كلمة مكونش دي عميقة جدا بقول له بقى انا كده محلتش اه المشكلة هنا. طيب اللي بعد كده ان بقى بتاع اه طبعا عشان طبعا احنا طبعا بتاعدي مع بتعدي بتخرج من دوت كأنه دوت فلتر اه فاحنا عايزين طبعا ما يحصلش اه تغيرات كتير في او قيمة السجنل اه باشكال مختلفة في اماكن مختلفة فاحنا عايزين يكون الخارج بتاعها او بتاعها بتاعها يكون خارج تقريبا تقريبا ايه يا جماعة اه تقريبا منتظم ما يكونش عندي اتنين والاتنين بنفس برق بس السرعة بينهم وبعض ويكون النتيجة زي ما احنا طبعا هو هنا منتظم هاي شوية يكون النتيجة ان هو مع اختلاف السرعة بس يكون واحد فيهم خارج السجنل بتاعته قوية مسلا والسجنل بتاعت التاني برضو ضعيفة طبعا دي احنا ممكن كنا نتعرض لها اكتر في الماتيماتيكس في الرياضة نشوفها جاهز زي بس احنا يعني مش هنتعمق في موضوع بتاع الماتيماتيكس آآ دلوقتي طبعا احنا ديت مش كلها اقدر تبقى ايه يا جماعة مقدرش احقق كل الموظفات دي كلها شكل كامل بقت واحد عشان كده دايما بتبقى في عملية ايه آآ وفي عملية آآ مفاضلة بقى بين الحاجات وبعضها وفي حاجات بفضلها عن حاجات وفي حاجات ممكن آآ اخد فيها جود بيرفورمانس على حساب حاجات تانية وهكذا بتبقى في عملية آآ مفاضلة آآ في ال ما بين البرامترز ديها طوية بعضها على حسب ايه فيهم اهم بالنسبة لي اكتر من التاني بالمناسبة آآ عشان دي ساعات كتير بتيجي في يعني عموما في بقى ايه فوضات والحاجات اللي زي كده يعني ان احنا نوصل لي ايه حل وسط او حل يعني نوعا ما مرضي لكل الاطراف وده بتطلب وجود مرونة كوية في تطبيق الشروط وهكذا يعني هو ده المطلوب من نوعا ان احنا ما شايف نحقق كل المواصفات دي بدرجة فبنعمل بقى ايه آآ زي موازنة كده شوية ما بين الايه الحاجات بديع ضعب حيث نوصل لحلول وسط تكون مرضية عموما ايه طيب تعالوا بقى نقارن الطرق المختلفة دي اللي هو تغيير ب孵ي اللي احنا قلناها اللي هو البلس تو بلس و دويل تو دويل و سكان طبعا احنا في البلس تو بلس آآ استجر تكنيك زي ما احنا قلنا ان احنا هكون نتيجة ان احنا خالص بمعنى ما دام هي هتزيد آآ هتزيد لها اول واحدة يعني المقصودة فبالتالي هيبقوا هيبقوا هيبقى في اه مفيش عندي آآ هيبقى احسن آآ في ان مش هيجي لي كلمة تزيد مش معنى هتزيد في العدد عن قصد ان هي زي ما احنا شايفين كده هتبعد ما بقاش فيه هنا في المسافة دي كلها ما بقاش فيه ايه كل ده هو ما بقاش فيه خلاص هي زاد خلاص اول اول ازا فورد جات هتبقى بعيدة خلص برا ده انا آآ شغال فيه تمام وطبعا دي ميزة بالنسبة لمن للبالس طبعا ده طبعا لو انا استخدمت ايه طبعا لو قلنتها برضو بالريكيرسف فلتر زي ما احنا قلنا المرة اللي فاتت كنتم ممكن استخدم ريكيرسف فلتر بان انا استخدم كتير كزا دلي كزا دلي وكزا وويتس مختلفة ان طبعا ما بحتاجش انا طبعا الفيتباك آآ فاوند في الريكيرسف فلتر بحتاج بقى الفيتباك الكتير دوت زي ريكيرسف فلتر زي ما احنا قلنا بل كده كان بيبقى فيه قدنا في اخر محاضر الفاتت انه بقى فيه عندي ويتس مختلفة بضربها آآ كتير آآ طيب آآ برضو آآ آآ عندنا بقى المشكلة ان هو عشان الوقت يبقى عمل التغيير كل بلس كل بلس بتطلع بطايم مختلف طايم مختلف طبعا هيبقى هنا آآ ده هيبقى مسلي مشكلة في مين في بتاعه هيبقى طبعا آآ مشكلة كبيرة ان انا كل مرة عايز اطلع بطايم مختلف واطلع الطايم مزبوط ودقيق ده بيعمل لي ده مشكلة دعيب في البلس بلس آآ برضو في هنا يعني آآ مرتبطين ببعض شوية ان ده بيعمل بتاع آآ نتيجة ان في جزء من آآ آآ انرجي بيخش في آآ آآ هنا طبعا برضو العيب اهول العيب اللي هو علاقة به آآ آآ اللي هو علاقة به الايكو بتاع الطارجت بعد البلس اللي هو جاي منه يجي بعد بلس تانية او بعد بلس تالتة بتالي نسميناها ايه آآ آآ ايكو اه هعمل لي آآ امبيجواس رينج تماما كده مفقود نحنا عاملين الديزاين ان لا ان ده مش هيحصل لكن الكلطر بقى عشان ممكن يكون جبل ممكن يكون آآ حاجة كبيرة جدا مسلا حتى لو على بعد مسافة كبيرة من الرينج بتاعي ممكن يرجع لي يا جماعة ان يرجع للايكو بتاعه بعد البلس اللي هو آآ آآ مش بعد البلس اللي جاي المبعوتة الاصلية بتاعته لأ بعديه بلس او اتنين بلس او تراتة بلس وهكذا طب ايه مشكلة الموضوع دوت مشكلته انه هو احنا قلنا خدنا المرة فاتت فيه آآ ان انا بقارن في الفيز عشان كده فاكرين الكوهو وستالو بقارن في الفيز آآ اللي انا بعدته عشان اعرف البلس اللي رجع ده تلقيق اللي راجع بتاعي كلاتر ولي مش كلاتر فم ما يجي لي بعد بلس او اتنين كمان هكون النتيجة ان انا هعتبره بالنسبالي ان هو ايه ان هو مش كلاتر لان هيكون الفيز اختلف من بلس للتانييه هكتم هو هيخش لان الفيز بتاعه هيكون طاعة زي الاولانية خالص احنا دلقتي بنقارن مع ايه مع آآ البالس مختلفة فهكون نتيجنا ده هيخش جوه مين السيستم. فهنا بالنسبالي بقى اللي هو البالس توبالس. ده مش هيكنسل مين يا جماعة. مش هيكنسل الملتوبال تايم الراوند كلاتر. فالكلاتر ده ايه? هيخش آآ في السيستم بتاعي. مش مش هيكنسله. ويعني في بعض الطرق كده مستخدمة في آآ الريدرز اللي هي بتستخدم بالس توبالس ان هو يبقى عنده آآ حاجة اسمه إذ مه وفورم آآ انه هو آآ انوت تاخدم الكونستان بقى بالس正ائ PSA اما يبص في الدايل بتاعت مين播 عشان آآ الكونستان ب これ يشيل الكلاة تسمية اللي آآ آآ راجع مع وتايم التاني وتايم التالت وآآ آآ ما كذا طيب آآ الريدر بقى طبعا هو اللي بيشيل زي ما عارفين هو اللي هو اللي بعدها ما بيجي نطرح بقى الاتنين من بعض. اه فساعاتها بنشيل ايه? بيتشال الجزئات لو سبتة. طيب بنسبة اول حاجة ده اسهل ان انا اعمل ليه? ما بيتغيرش بتاع البلس بتاع البلس الا كل سكان ده بتبقى مدة طويلة. لكن العيب طبعا والميزة التانية انه كانسل المالتبل تايم الراوند كلتر. المالتبل تايم الراوند كلتر بيقدر ايه? اه يشيلها. اه لكن المشكلة بقى التكس طبعا ايه? بياخد وقت طويل عبال ما ايه? ما يشيل ايه? ايه? او اكتشف التارجت سليه المتحركة لان هو بياخد وقت اقولنا زي ما ايه يا جماعة? اه بياخد سكان كامل الى سكان كامل وهكذا. اه طبعا سلدم ود مور دان تو ديفرند بي ار اف ان انا غالبا بستخدم نادرنا باستخدم اكتر من اتنين. باستخدم اتنين بس بي ار اف. باستخدم اتنين بس يبقى اه سكان. طيب النسبة لدول تويل بقى عنده الاتبانتج بتاعت مين? اسكان توسكان. اللي هي اه 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 اللي هي ان هو اه بيبقى اه بيقدر يشيل الـ الملتيبل طايم ارى واسهل من البلس دو بلس. وآآ اه 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 اند ان طبعا. ولكن هنا بقى الميزة اللي زيادة هو بيقدر يشيل طبعا اللي هو التأثير بتاعهم اسرع لان هو في خلال واحد بس زي ما احنا قلنا لو بالنسبة لاتنين درجة بيغير الايه بيغير التراضي بتاعه كل ما ايه ما يكون عمل سكان بواحد ايه درجة طبعا. طبعا مستخدم في آآ مستخدم بشكل فعال في آآ آآ عموما. نتكلم بقى عن آآ دوبلر فلتر بنكس. يعني ايه فلتر بنكس? طبعا بنكس يعني مجموعة من زي ما احنا شايفين سيت اوف آآ يعني مجموعة من الفلترز المتجورة. ثم اللي كان ايه شكل الفلتر احنا بتاعهم معاه قبل كده كان هو فلتر واحد بس لي للرينج كله زي ما احنا شايفين كده ده كنا آآ شايفينه. آآ ده اخدناه في آآ كان في الامتي آآ آآ ريدر وبالس دوبلر اللي خدناه في محوط الفاتي اخدنا آآ وخدنا في الاخر بعد ما بيطلع طبعا خدنا بقى في ايه دوبلر فلتر. ده كان بيبقى شكله عامل ازاي? كان بيبقى شكله زي ما احنا شفنا في اللي هو الكونتونيوس اه ويفور او او الو ريدر اللي احن شفنا قبل كده ان هو بيبقى زي ما احنا شايفين كده اهو دوبلر اهو مغطي آآ الرينج كله مغطي الرينج كله بتعمين. بتاع الترادو الضي ما احنا شافين. واخد كل الفريكنسي كل واخد كلها بتاع تردودات كلها من سايف بس حتة صغيرة زي ما شوفنا كده في الاول عشان يشيل اللي هو ثم واخد كل التردودات كلها الممكنة في دوبلر فلتر واحد بس لكن احنا بقى بنستعيد عن الكلام ده بالاتي. احنا بقى فيه عندنا مجموعة من المتجاورة. شكلها عامل ازاي? اهو كده اهو. تعبر عن مجموعة من المتجاورة. ادي الفيلتر مصلا زيرو واحد اتني تلاتة اربعة ستة اه اربعة خمسة ستة سبعة. ادي كده عبارة عن مجموعة من السبعة فلتر زي كل واحد فيهم. زي ما احنا شايفين. هاخد البند بتاعه. زي ما احنا شايفين. ادي واحد مسلا ادي اتنين ادي ثلاتة وهكذا زي ما احنا شايفين. مجموعة من المتجاورة. دولمو نس concent meaning ايا يا جماعة? طب اية الفايدة اللي تعود علي من حاجة زي كده? اول حاجة اه ملتبول تارجت كان بي سيباريتد فروم وان انا ذر لو فرضنا في عندي كزا تارجت متحرك في نفس جاية في نفس البلس جاية بعد نفس البلس يبقى كل واحد فيهم اقدر انا اميزه من التاني. ليه? لانها في عندي هنا كزا فلتر كل واحد فيهم مدام السرعات بقية مختلفة هلاقي فيه مسلا لو فرضنا اه الفلتر ده مطلع خارج والفلتر ده مطلع خارج يبقى انا كده في عندي اتنين موجودين جايين بعد نفس البلس. ده طبعا اه اسهل لي في تمييز بان انا فساطا ازا كان في عندي ايه يا جماعة? فساطا ازا كان فيه ما تشالش بنسبة مية في المية فده كده هيطلعه لي فعند فلتر مختلف مش طالع من نفس ايه? الفلتر اللي هو الرئيسي الكبير وبالتالي اقدر اميزه بسهولة حتى لو كانت قوة السيجنل بتاعته صغير. تمام? طيب الحاجة التانية اه اه ميجر طبعا تارجت كان بي اوبتيند طبعا ده اوبتيند بسهولة جدا ليه كل فلتر من دول مغطي رينج معين من الفريكنس بتاعت الدوبلر اقدر احاول الى رادي الفلسطي وطلع يبقى مدام جالي خارج من مسلا الفلتر التالت يبقى ده صراعات وكزا الرابع يبقى صراعات وكزا الخامس صراعات وكزا وكزا. ميزة التالتة ناروبان دوبلر فلتر اكسي كلود مور نويز بدل ما استخدم زي ما احنا رسمنا قبل كده بدل ما استخدم فلتر عريض كده واخد كل دول هكون النتيجة انه ايه? هيدخلي حجم اكبر من النويز لكن طبعا الفلتر دي كلها مع بعضها هيبقى الاجمالي بتاعها النويز اقل من النويز الل اللي هتجيلي من فلتر واحد كبير زي ما احنا شفنا مغطي البندو كله. طيب الكلام ده طبعا ما فيش حاجة بدون طبعا ما فيش حالة من غير نار. البرايس بتاع الكلام ده كله عبارة عن ايه? اول حاجة بتاع عقيد طبعا اكبر انه في عندي مجموعة من الفلترات بدل آآ فلتر واحد. آآ آآ طبعا هنا بقى نرجع للارض الواقع بقى ارض الواقع احنا ديزاين انا مصمم الفلتر عامل ازاي? مصمم الفلتر اللي فرضنا اللي هو فلتر رقم خمسة عامل كده. تم كده? الواقع مش هو ده الفلتر. الواقع بيقى فيه اي فلتر بيقى له هنا حاجة زي هنا دي اسمها جانبية هتسمح في دخول جزء من جزء من السيجنال اللي المفروض برا الرينج بتاع الفلتر يعني لو فيه سيجنال جالي هنا يخش منها جزء او سيجنال جالي هنا يخش منها جزء خاصة عن جزء اللي ايه? المجاور للفلتر. طب هنا ايه بنسبالي? اننا الجزء الفلترات اللي هي قريبة من الاول هنا زي الفلتر رقم آآ واحد. رقم واحد هنا بنسبالي هكون النتيجة ايه? طبعا الفلتر رقم زي روحنا طبعا بتنحبوش طبعا ده ايه? ده ده هدخل كلاف راح مش عايزينه لكن اول فلتر عنده ممكن يكون فلتر رقم واحد. فالفلتر رقم واحد ممكن يكون في يا جماعة. بفضل رقم اتنين هو كمان لو فرضنا فيه مفيش عندي امكاني بقى لازال حتى ان السيد لوبس دي كبيرة كفاية بحيس هيدخلي يا جماعة هيدخلي كلتر. وحتى لو هي مش كبيرة كفاية احنا عارفين ان بتاعة السيجنال بتبقى كبيرة جدا 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 لو فرضنا خبطف جبل خبطف مبنى خبطف كلام ده كله فتبقى السيجنال قوية جدا وكبيرة جدا فحتى السيد لوبس دي لو قيمة صغيرة حتى لو قيمة صغيرة قد كده نتيجة المستجنال جاية قوية هيكون فيه جزء منها داخل كبير فين في الفلتر بتاعي. طبعا وكمان في حاجة اسمها نيد اف بلس واحدة كفاية عشان اقدر اطلع منها الفلتر اطلع منها زي ما احنا قولنا فبحتاج انا كزا بلس فهي دي العيوب في مقابل الميزات بتاعت دوبلر اه فلتر اه بنكس. طيب اه احنا قلنا قبل كده ان الديجتال برتو جديني مميزات حاجات عن الانالوجو عموما فااااا اه اه لو انا استخدمت بقى ديجتال عموما في الامت اي بروسسنج فاول حاجة اه احنا عندنا طبعا بالنسبة له طبعاA احنا كنا نستخدم فيز دي تيكتور في الاخر اللي هو اللي كان فيه في الاخر عشان نطلع منه مين? نطلع منه اه لو كان فيه عشان يبقى نعرف كده ان حصل يبقى فيه اه حركة. ان انا عندي ممكن اعوض عن دي اللي هتعمل ان انا استخدم حاجة يا جماعة اه تكنيك حاجة اسمها اه ان انا استخدم حاجة اسمها ان فيز و معناه ان انا باستخدم حاجة وحاجة برا الفيز حاجة اه برا الفيز طبعا الكلام ده هنبص كده على البلوك دي جرام زي احنا شايفين كده بسرعة ادي عنده ده الكوه ده هو الكوهيرانت سيجنل وبالتالي هنا ما تخش ده على ونقارنها يبقى ده هتطلع اليمين الكوهيرانت رامده خلال الان فيز السيجنل الاصلية لكن بعمل فيها فاي على اتنين وارجع عامل ايه اخد فيز ديكتور مرة دي مع سنتائي عندنا علا نفسها حصل فيها جماعة فيز الشفت ايه يا جماعة? حصل في هيا فيز شفت قديه باي على اتنين على اتنين دي طبعا لو احنا السيجنل عارفين لو احنا السيجنل دي كانت سين هيوا بقى ايه? بعد اتنين دي كأنها بقتها بقت كوزين او لو كانت كوزين بقت سين. الكلام ده هيروضل عن مين يا جمعان عن سبيد. lleg احنا عارفين ان ده عموما اي بيتقرر كل اتنين باي. طبعا كده فهتكوني نتيجة ايه? او كل باي كمان لو خدنا الزيرو اللي هو في النص دهات كل باي. فهتكوني نتيجة ان ان هيبقى فيه برضو هنا بلاين سبيد نتيجة اما الفيز شفت هيرجع ايه? يتكرر. طيب اما جانا اعمله شفت باي على اتنين اما يكون تيجي ترسم انتا ساين وكوزين فوق بعض. بتلاقي الاصفار مش فوق بعض. اما يكون عند صفر. بيكون عند الكوزين مش صفر. ويكون عند الكوزين صفر بيكون آآ وهكزا. يبقى عندي مش هيجي الصفرين مع بعض. ازا كانت حتى سيجنال من دول جاية لمدية لصفر هكون السيجنال تانية مش صفر. داخلها زي ما احنا قولنا بالشكل بتاع الساين والكوزين. الساين بتبدأ كده. بتبدأ من الزيرو. لكن الكوزين بتبدأ من فين? كوزين بتبدأ من? كوزين بتبدأ من الواحد. تقوم كده? فهكون النتيجة. معلش طبعا الرسمي يعني اما يكون هنا صفر عند. يكون هنا صفر عند الصين بيكونش صفر عند الكوزين. وما يكون صفر عند الكوزين ما يكونش صفر عند الصين وهكزا. تمام كده? يبقى هكوني نتيجة انه على الاقل لواحد والاتنين سيجنال دول هيديقون مديني. اما يكون واحد فيهم زيرو هيكوني التاني مش مديني قيمة زيرو. يبقى ده يعمل ايه يا جماعة? هيعمل تعويض عن مين? عن البلايند البلايند فايزيس وبالتالي البلايند شيفت حللنا المشكلة بتاع الكلام ده. والكلام ده مكانش ينفع في لكن اقدر عمله في مكانش ينفع كلم ده فين? التاني حاجة اه 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 احنا قلنا بكده يعني ايه ان انا كنت بستخدم حقيقية في الانالوج عشان تأخر لي السيجنال فعلا تأخر لي السيجنال فعلا بقيمة بتاعتي. تمام كده? لكن دلوقتي بقيت انا ما بستخدمش مش بحتاج استخدم وما بستخدم ايه في الدشتر بستخدم ميموري. ميموري بخزن الداتة الوقت معين من الطايم وده اسهل بكتر جدا ومديني امكانيات عالية من اكوستيك دليلاين. اكوستيك دليلاين بيبقى ثابت ده عند الطايم معين. لو انا عايز عند طايم تاني هدخل على اكوستيك دليلاين تاني هجيب هجيب دليلاين تالت رابع وهكزا. وفي عندي قيم محددة ممكن ما يكونش عندي القيمة اللي انا آآ يعني لازم يبقى عندي اكوستيك دليلا عند كل طايم ما انا عايز اعمله. لكن بالنسبة لي هنا دلوقتي انا اقدر اخزن دي بقى الديجتر كلها خلاص. الديجتر الدي ممكن اخزنها بقى الواحد ميلي ساكند واحد ونص ميلي ساكند اتنين ميلي ساكند زي ما انا عايز ده مجرد عملية ايه للداتا. مجرد عملية للداتا بس وده طبعا بقى اسهل كتير جدا من ان انا اجيب دليلاين آآ مخصوصا. آآ طيب معلش انا هعيد الحتة دي سريعا يبدو آآ اسناء السجيل وكده ما كانش ايه التصوير للفيديو ماشي مع آآ الصوت فعادة كده سريعا يعني اللي احسن تكون آآ الصورة ما كانش ماشي مع الصوت كويس. احنا زي ما احنا قلنا آآ ان انا اقدر آآ آآ دوبلر فلتر بنكس عموما اقدر هستخدم آآ مجموعة من آآ زي ما احنا شايفين كده قدامي عند واحد واتنين وتلاتة اربعة وخمسة دية كل واحد فيهم عبارة عن آآ آآ فلتر دوبلر آآ دوبلر فلتر اسف وبدل ما كانوا فيه واحد كبير خالص زي احنا شايفين اللاحمر دوت هكون الامكانية في كده ان انا اقدر اعمل لكزا تارجت فوقت واحد آآ لو فرضنا في عندي تارجت عند السرعة عند الفلتر رقم اتنين او فلتر رقم تلاتة او الفلتر رقم سبعة يبقى كده اقدر اعمل حتى لو الاتنين جايين لبعد نفس البلس وده مهم جدا لو فرضنا ان الايكو عنده ما تشالش بنسبة كاملة آآ اقدر تلوقتي كل فلتر من دول آآ اربطه بقى سرعة معانا اقدر استخدم تلكزا سرعة وطبعا كوني باستخدم فلترات بالحجم ده احسن من آآ الفلتر الكبير في كمية اللي دخلها طبعا زي ما احنا قلنا ان اصعب في اصعب في التنفيذ تعقيد التنفيذ يعني اكتر دورك دايرة تنفيذها اصعب زي ما احنا قلنا اي فلتر بقى بيقى فيه كده جانبية على الجنب آآ ده بيبقى آآ آآ ديت معناها ان لو في سيجنل جايه لي هنا برا هو الباند بتاع الفلتر لكن جايلي في المكان بتاع السيجنل دي تخش خاصة حتى لو كلتر احنا عارفين السيجنل في عبطة الكلتر تبع قوي جدا حتى لو دخلها على سيجنل دعيفة زي كده بالنسبة لفلترات القريبة من الزيرو هتدخلي هتدخلي كلتر والحاجة التانية طبعا محتاج انا طبعا كزا بلس عشان زي ما احنا قبل كده بلس واحدة مش كافية ان انا طلع الايه اه اللي هو اه الدوبلر ثم اتكلمنا بعد كده عن الديجتال امي تي اي قلنا فيه عندنا هنا بلايند فايزيس بتيجي لان احنا زي ما احنا عارفين الفيز شيفت بيتكرر كل باي او كل اتنين باي فبستخدم حاجة اسمها ان فيز وكوادريتشار زي ما احنا رسمنا كده على آآ الصورة هي ادي حاجة ان فيز يبقى انا كهير انت دوت يا بعد ده السجنل الاصلية ان فيز بقارنها على طول وباطلع السجنل ان فيز لكن باقر ا Gur شفت باي على اتنين وعمل مرة تانية. زي ما اتكلامنا قلنا انا اهنا الفرق اللي باي على اتنين ده معناها السيجنل اكونت سين هتبقى كوزين. فكون النتيجة هنا لو فرضنا الاولية ديت مديني زيرو. اكون التاني مش مديني زيرو لان احنا طبعا الزيروز بتاعة السين مش هي اللي معا مين كوزين. فكده ببقى عندي اتنين اه سيجنل في الديشتال اه اللي هو اه ادي اول ميزة قلناها. تاني اه ميزة قلناها ان عندي الديناميك رينج بتاعي بيبقى احسن لان اه اه بتبقى جدا في اللي بتديهولي مقدرش اغيرها موجودة عن محددة لكن انا بنسبالي في كان بياخر لي السيجنل عشان اطرحها لكن انا هنا مش محتاج في الديشتال بعمل ايه كل اللي بعمله بخزنها في لمدة واحد ميلي ساكند واحد ونصف ميلي ساكند زي ما انا عايد ثم اطرح من اه السيجنل اللي جاي. اللي بعد كده اه اه طبعا انه بفي عندي نتيجة في مين يا جماعة في اللي كانت موجودة مع اللي هي الصوتية. يعني صوت يعني اللي كانت موجودة دي بتعمل لي تتغير بتتأثر بالتمبريتشر. والموضوع ده نقدر خلاص نتخلص منه ان انا اكيرت وفي اه المشكلة دي اه بسهولة جدا مقارنة بيه الاكوستيك دي وقبل ما نسيب اللي هو دوت اه اه ديناميك رينج عموه المقصود بي الاقصى مسافة الدقيقة اللي هي ما بين اقصى قيمة يقدر ياخدها المتغير دوت واقل قيمة. طبعا الكلام ده فيه طبعا سهل جدا اقصى قيمة قيمة زي ما انا عايز خالص اسجل واحد مايكروسكند اسجل اتنين مايكروسكند بسدي عاشرة ميلي سكند كل ده فيه فارييشن كبير جدا مقارنة بمين بالاكوستيك دولي لينز فهي ده المفهوم بتاع الدايناميك رينجي عموه بتاعي بارامتر اللي هو الفرق ما بين اقصى قيمة يقدر يخدها واقل قيمة يقدر يخد. ثم بقى بنكلم على طبعا زي ما احنا قلنا بعمل بقى ايه وتبقى دي عموما وطبعا اه وزة طبعا اضرع بسهولة جدا اخليها تبقى مع مين? مع حتى لو هغيرها. لكن طبعا صعب كلام ده زي ما قلنا مع مين مع حاجات وحاجات صعبة ما بتتغيرش خلاص هي تصنعت ما بتتغيرش خلاص. طبعا بعرضوا عندي ميزة تانية عموما لان انا ممكن ده كله يتحط على دوائر الكترونية ممكن اغير فيها زي ما انا عايز. طبعا ممكن اخليها طبعا مدام بقدر اغير فيها زي ما انا عايز اقدر اغير في المنصفات الفلتر زي عموما الديجتال عموما اسهل بكتير جدا جدا من الانالوج لان انا كمان ممكن اخليها يا جماعة يعني احط الحاجات دي كلها على حاجات اقدر اغيرها زي ما انا عايز وغير في الموصفات بتاعة. لو فرضنا عايز فيلتر جديد فيلتر تالت اغير في البروجرام اللي محطوط فهغير في الخصائص صبعا دي ميزم هما جدا جدا للديجتال مش موجودة في الانالوج ان الانالوج بتنفس بدوائر عائية عشان اغير في فيلتر لازم اغير الدايرة اغير في الدايرة اغير دايرة كلها لكن الكلام ده في الديجتال ممكن بيقى في جزء كتير جدا منه وبالتالي اقدر مدام اقدر اعمله مرة تانية اعمله فاغير في الفلتر او حط فلتر جديد تاني خالص من وصفات آآ تانية خالص. طبعا كمان آآ اكثر استقرارا و اكثر في الاعتماد عليه من الانالوج طبعا آآ آآ اللي هي آآ 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 كمان مش محتاج كثير طبعا دي كل دي مميزات لاستخدام الديجتال عن آآ 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 بروسيسي. طبعا بقى عموما احنا آآ زي ما احنا شوفنا كده القاتل السيجنل اللي جيالي من آآ آآ قبل ما تخش على زي ما احنا قلنا فيه ده بنعمله بقى في الديجتال بيقى فيه دي السيجنل العادية خالص لها بتخش فين بتخش على 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 طول وبنعمل فيها ده هو ده على تنين وتخش على تاني بقى في عندي اتنين دلوقتي واحد فيهم والتاني آآ معمله في على تنين. تخش بقى بعد كي اعلى ديجتال ميموري زي ما احنا ديجتال ميموري زي ما احنا عايزين بقى نعمل لها زي ما احنا عايزين على حسب بتاعتنا كام ولو غيرناها تقدر ديجتال ميموري نغيرها بسهولة جدا نغير قيمة التخزين هتخزن لمدة قدية ثم بيتم بقى ديجتال وبعد كده في بتجمعه زي بقى اللي هو آآ آآ الجزر التربيعي اللي ده تربيع زي ده تربيع ازا سمينا آآي اللي هو والكيو اللي هو يبقى الجزر التربيعي قصة النص ده الجزر التربيعي اللي اي تربيع زي تربيع ثم تروح على ديجتال وانرب لو احنا عايزين نعرضها على شاشة او عايزين ناخد في الخارج بتاعها طبعا ده ملخص بتاع آآ دوبلر سيجنال وده آآ ملخص الكلام اللي احنا آآ قلناه دلوقتي في الموضل بتاعنا. آآ بقى سريع كده بين الامي تي آي والبالس آآ آآ دوبلر ريدر. طبعا آآ آآ الامي تي آي عموما آآ آآ طبعا آآ مفيش عندنا مشاكل في مين في الرينج مفيش رينج زي ما احنا قلنا لكن بيكون في عندي آآ مشاكل في الدوبلر بلايند سبيد في عندي دوبلر آآ آآ وده بيستخدم طبعا في آآ بيستخدم في دي دي تيكشن بتاع موجي بتارجت انكلاتر اف بتاع 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 سبيد كان بيتوليريتد يعني ممكن آآ آآ ازا كان نقدر نتحمل يعني دو طبعا العكس منه بقى زي ما احنا قلنا البالس دوبلر ريدر ان انا بزود انكريز البي ار اف ان انا شيل مين ده في البالس دوبلر ريدر ان انا شيل مين بتاع آآ السبيد لكن بالتالي هكون في عندي مشكلة فين? هكون عندي في مشكلة فيه عن بجو تزقي رينج عشان كده ده مسميناء اللي هو اللي هو والتاني اللي هو تمام كده? وممكن في بقى حاجة بتبقى نستخدم حاجة اسمها بيبقى حاجة كده ايه? عموما المواصفات العامة اه بتاعتهم اهو. ده اللي هو طبعا ما بقى في عندي اش في الدوبلر لكن عندي اه 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 ممكن نستخدمها نشالها بان احنا نستخدم اه 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 ايتش هاف دي ار اف بالتسببينش مريکونسي ويف موسيقى مختلفة. المهم اه ده المواصفات عموما بتاعة اه اه عموما. ده بقى ميديم. ده المواصفات العامة بتاعته عموما في الحاجات المختلفة. طبعا بقى. لان ده في الوسط اللي ده ولادة. ودي بقيت لي يعني المواصفات بتاعته. اه بشكل عام يعني مش هنخش في اه التفاصيل وده التي اللي هو احنا هو الامي تي اي ريدر. يبقى عندي نو رينج امبيغوتيز بط ميني طبعا اه دوبلر امبيغوتيز. ودي المواصفات اللي هي العامة اه بتاعت الريدر دوت المواصفات المختلفة وهكذا. ده كده ازا الملخص بتاع المحاضرة اه بتاعت النهاردة. كملنا بيها النقاشات عن الامي تي اي ريدر والبلس دوبلر ريدر. وشفنا المكونات المختلفة الممكن تستخدم فيها عشان نحل المشاكل بتاعته. واتكلمنا عن الدوبلر آآ فلتر بانكس. وده مزيتها عن ان انا استخدم دوبلر فلتر واحد بس. وعملنا مقارنة سريعة كده في الاخر ما بين الثلاثة عنهم مختلفة اللي هو آآ 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 بي ار اف وميديوم بي ار اف وآآ آآ آآ بي ار اف.